الله وبركاته اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي والزراعي الصف الاول اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء الصف الاول في الحلقات السابقة احنا تناولنا عدة نوضعات عن الحركة والحلقة الماضية تكلمنا عن قوانين نيوتن وبدأنا بالقانون الاول النهاردة ان شاء الله سنستعرض مع بعضينا القانون الثاني والثالث لنيوتن لكن خلونا قبل ما نبدأ في الدرس النهاردة نرجع على جزئية اخدناها في الدروس السابقة وخاصة اول درس علشان المعلومات دي احنا هنعيد استخدامها في الدرس بتاعي النهاردة في الحصة الاولى او في الدرس الاول تناولنا ما يسمى بالرموز الخاصة بالكميات الفيزيقية كذلك تناولنا ما يسمى بمعادلة الابعاد خلونا مع بعضينا نفتكرها عشان خاطر لما نيجي نتكلم عليها النهاردة في قوانين نيوتن هيكون الامر بالنسبة لنا سهل احنا قلنا ان احنا بنرمز للكمية الفيزيقية والكمية الفيزيقية عندي هنا اللي هي زي السرعة العدلة القوة دي ما يطلق عليها باسم الكمية الفيزيقية بس بدل ما حضرتك بتكتب سرعة او نكتب قوة زي ما نيوتن هيكلم في قوانينه هناخد الحرف الاولاني بس كرام زي لها وبما اننا بناخد القوانين بتاعتنا من المراجع الخارجية اللي هي الدولية يعني فاحنا بنتعامل مع الكلمة باللغة الانجليزية وبناخد الحرف الاولاني منها حضرتك مش مطالب ابدا بانك انت تحفظ الكلمة ولكن عليك انك انت تعرف الحرف ده بيقصد به اني كمية الفيزيقية يعني مثلا لما بقول القوة فالقوة اسمها فورس فاصبح الرمز بتاعي ف يبقى اذا لما اكتب ف حضرتك تبقى عارف اني دي تشير الى مين تشير الى القوة طيب مثلا لما اجي اكتب اتكلم على العجلة فالعجلة اسمها اكسليريشن وبالتالي انا برمز لها بالرمز اي اي ديت معناها انها رمز العجلة اول ما بلقي اي في المعادلة بعرف ان انا بتكلم على العجلة بس كده لا في حاجة اسمها معادلة ابعاد ايه هي معادلة الابعاد دي معادلة الابعاد دي صغر يضئية او صغر سوري رمزية بتوضح لي الكمية الفيزيقية بتاعتي دي فيها قد ايه من الكميات الاساسية طب ايه هي الكميات الاساسية وفيه كميات اساسية وكميات مش اساسية ايوه الكمية الاساسية هي مين هي الطول الكتلة الزمن كل واحد فيهم ليه رمز خاص بيه برسهم او بحطهم بردبهم بطريقة معينة عشان اعرف الكمية الفيزيقية اللي عندي دي تحتوي على قد ايه من الكتلة على قد ايه من الاطوال على قد ايه من الزمن قد تكون الكمية الفيزيقية اللي عندي مفقاش كتلة خلاص ما بحطش رمزها برضو رموز دي جات من اين؟ جات من اسم الكلمة زي مثلا ما جيب اتكلم على الكتلة بقول ان اسمها ماس ماس او الحرف فيها ام فبالتالي الرمز بتاع الكتلة في معدلة الابات هو حرف الام الطول لنث او الحرف ال يبقى اللي دي تشير الى الطول. الزمن يبقى بحط حرف اللي هو بيرمز للمين? بيرمز لي الزمن. يبقى ازا معادلة الابعاد مل تي وبتحمل فوقيها بعض الارقام اللي هي كقص عشان نعرف عدد آآ الكميات ديت موجودة قد ايه? في الكميات الفيزيقية بتاعتها. احنا اخدنا معادلات ابعاد قبل كده اخدنا معادلات ابعاد للسرعة. اخدنا معادلات ابعاد للحركة. اخدنا معادلات ابعاد لكمية التحرك. النهاردة كمان هنبدأ ناخد معادلة ابعاد للقوة. وهبدأ اتعامل مع القوانين اللي انا خدتها قبل كده. ومع الرموز لان خلاص بقى امر مسلم به. انه مفروض حضرتك تكون ايه? تكون حافزها. وكتر التكرار هيخليها تثبت معنا. يبقى قبل ما نتكلم على درس النهاردة هنراجع مراجعة بسيطة على المعادلات الابعاد وآآ وحدات القياس. وبعد كده نتكلم على قانون نيوتن. خليكم معايا كده. هنرجح كده ببساطة. احنا بنقول السرعة القوة العجلة. لو انا عندي V وA وF. اي رمز فيهم يعادل الكلمة اللي قداني. هلاقي ان العجلة رمزها ايه? القوة رمزها F. السرعة رمزها V. زي ما اتكلمنا وقلنا ان انا عندي حاجة بسمها مقعدة الابعاد اللي هي عبارة عن التلات حروف اللي احنا هنشوفهم دلوقتي. M L T. الام تشير للكتلة. ال L تشير لي الطول. وال T تشير الى الزمن. الام لان الكتلة اسمها ميس. فباخد حرف الام شايفين حرف الاولين بس. الطول لنث وبالتالي باخد الحرف الاول اللي هو حرف ال L والزمن T. رمز الكتلة هو حرف تمام الام. معادلة ابعاد العجلة. العجلة T سالب اتنين. يبقى العجلة تحتوي على واحد من الاطوال وعلى اتنين من الزمن. عشان كده احنا هحطيني القص بالسالب. معادلة ابعاد كمية التحرك لو احنا فاكرين خدنا كمية التحرك دي كانت كتلة وسرعة. كتلة مضيبة في سرعة. ازا انا لازم المعادلة الابعاد بتاعتي تحتوي على ام عشان فيها كتلة. والسرعة كانت L T سالب واحد. يبقى كمية التحرك M L T سالب واحد. شوفنا الصغر يادية بتاعتي. قانون نيوتن التاني اللي هنبدأ به شرحنا النهاردة. والمعادلة بتاعته بتقولي F بتساوي M في A. قانون نيوتن التاني بيقولي ايه? النص بتاعه. القوة المحصلة المؤسرة على جسم ما تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. يعني ايه قوة محصلة? يعني ازا كان الجسم ده تحت تأثير اكتر من القوة. انا عايز واحدة بتزوء الشمال واحدة بتزوء يمين. مين فيهم اقوى? انا عايز المحصلة بتاعت القوة دي لو عشرين لليمين اربعين للشمال يبقى محصلة القوة عليه هتبقى قد ايه? ناخد بالنا بقى تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. المعدل الزمني يعني انا بتكلم وش على T? بتكلم على T رمز T. معدل زمني. للتغير في كمية التحرك. كمية التحرك بتساوي ايه? بتساوي M في V. تعالوا نشوف. ده القانون بتاعي F بتساوي M في A. M دي اللي هي الكتلة. وايه العجلة. معدلة ابعاد القوة. F بتساوي M في A. طيب احنا كنا لسه بنقول ايه? ان الام معدلة ابعادها M. M كابتل. ويه اللي هي العجلة معدلة ابعادها L تي سالب اتنين. وهما الاتنين مضربين في بعض. يبقى في الحالة دي معدلة ابعاد القوة M L تي سالب اتنين. عرفنا احنا فصصناها ازاي? لما يجي يطلب معدلة ابعاد منك حضرتك هتكتب لك هتقول له المنطوق النهائي اللي هو M L تي سالب اتنين لك ان انا هنا بوضح لك هي جات من هنا علشان ما ننسيهاش. الحاجة اللي عايزين نحفظها لازم نفهمها الاول. ايه دي القانون بتاعي. F بتساوي M في A. احنا عملين نعيد عشان عايزين نقوم كده. فاهمين الدرس وحافظينه. F جاي عشان هي كلمة فرص. فرص رتجي معنا قوة. خدنا الحرف الاولاني. ال M الماس وال A العجلة. وحدة قياس القوة. بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها على معادلة الابعاد. هتكلم هنا على وحدة القياس. كلنا عارفين ان الكتلة بتقاص بالكيلو جرام. وسبق قبل كده في الدرس الاول درسنا الكيلو جرام وتعريفه. وال A بتقاص بالمتر لكل ثانية تربيع. واخدنا الاسبات ده وقبل كده في العجلة. يبقى وحدة القياس هتبقى. برافو. كيلو جرام متر لكل ثانية تربيع. دي اسمها وحدة قياس القوة. يبقى انا حفظت ال ايه الوحدة الاخيرة دي. بس الوحدة دي كمان لها اسم تاني. اسم العالم اللي وضع التجارب او درس القوة واللي اسمه نيوتن. بيجيلي في الامتحان يا ولاد اثبت انه. وبيكتب لي قانون. اه اثبت انه زي الرياضة. هو عايز ان السيادتك تثبت له. ان الطرف اليمين بيتساوى مع الطرف الشمال. طب تعالوا نشوف. هو كان التعريف بيقولي ايه. كان بيقولي ان القوة تساوي معدل التغير في كمية التحرق. المثلث الصغير ده معناه ان دوت ايه? معدل التغير. الام في دي عبارة عن ايه? كمية التحرق. يبقى معدل التغير يبقى دلتة ام في على دلتة تي. عشان تقولت كلمة معدل وكلمة معدل يعني كل قد ايه? يعني فيها زم. طب حنقول مع بعضنا كده هي الكتلة بتتغير? لا. الكتلة سبتة. لان الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من المادة. ازا هنخرج الكتلة من موضوع التغير ده. يبقى الكتلة هتبقى بره. وهيبقى عندي التغير هيبقى في السرعة وفي الزمن. يبقى دلتة في على دلتة تي. مين يقولي دلتة في على دلتة تي? القانون ده احنا اخدناه قبل كده يا ولاد. ده قانون ايه? ده قانون العجلة. ايه بتساوي? دلتة في على دلتة تي. ده برضو احنا اخدناه في الدرس الاولاني. ازا انا ممكن اشيل واعوض عن الدلتة في على دلتة تي بالاي? يبقى انا هشيل دي واحط مكانها الاي. ازا القانون بتاعي بيقولي ان اف بتساوي ام في ايه. الاسبات لو انا فهمته انا همسكه بايداية همسك الالم والورقة من غير محفظ وابدأ كل خطوة توديني اللي بعدها. وحدة قياس القوة اللي مسمى على اسم اه العالم واحنا واخدل لها واحدة تانية اللي هي كيلو جرام بوينت متر كل آآ سانية تربيع. ايوة دي بتساوي النيوتن. ممكن يسألني في الامتحان يقولي النيوتن بيساوي ايه? ايوة. نيوتن دي عبارة عن ايه? القوة التي ازا قصرت على جسم كتلته واحد كيلو جرام تكسبه عجلة مقدرها واحد متر لكل سانية تربيع. طب التعريفتها بالنسبة لي كبير. انا دلوقتي بتقولي ان النيوتن هي واحدة القياس القوة. ازا التعريف بدايته بيقول ان النيوتن دي عبارة عن قوة. طيب القوة دي هتعمل ايه? هتؤثر على جسم كتلته كام? كتلته واحد كيلو جرام. فالجسم دي يكتسب عجلة مقدرها واحد متر. آآ تمام. بصي بقى معي. ادي النيوتن. النيوتن اللي هو مين? اللي هو قوة. واحد القياس القوة. اللي احنا بنرمزه بالرمز ايه? بالرمز اف. القوة هتؤثر على مين? على كتلة. الكتلة دي اللي هي وحدة قياسها ايه? قد ايه? واحد كيلو جرام. اللي هي الكتلة اللي هي رمزها ايه يا الولاد? اللي هي رمزها ام. طب لما القوة اللي الي مقدرها واحد ميوتن تأثر على الكتلة اللي مقدرها واحد كيلو جرام هتعمل فيها ايه بقى? هتكسبها عجلة مقدرها واحد متر لكل سانية تربيع وما ننساش ان العجلة بتاعتي رمزها ايه. يعني ازا انا لو حفظت القانون ممكن اقول التعريف اه اهو مش بقى مع بعضينا كده ادي الاف اللي هي القوة. القوة ايه بنيوتن? بقى نيوتن ده قوة. القوة التي ازا اثرت على جسم كتلته. كتلته ادي ايه? واحد كيلو جرام انا هشتغل على الوحدة. ما انا عارفة ان الكتلة واحدة قياسها كيلو جرام. يبقى اثرت على جسم كتلته واحد كيلو جرام هتكسبه عجلة مقدرها متر الكل سنية تربيع. يبقى ازا لو انا حفظ القانون ممكن اوي اقول التعريف بتاع النيوتن وممكن اقول الكتلة التثاقلية. يعني ايه كتلة تثاقلية? انا خدت في الاعداد يعني كتلة. والكتلة هي مقدر ما يحتويه الجسم من مادة. انما الكتلة التثاقلية دي جديدة علينا. نشوف مع بعضينا كده. الكتلة التثاقلية تعريفها ايه? بقول تساوي النسبة بين عجلة وحدة الكتل وعجلة الجسم عندما يتأثرن بنفس القوة. برضو التعريف ده شوية مش مفهوم. احنا بنقول انها نسبة. نسبة يعني فيه كسر. بين مين ومين? بين عجلة وحدة الكتل. يعني ايه وحدة الكتل? يعني عجلة الجسم اللي كتلته وحدة الكتل اللي هي مين اللي كتلته واحد كيلو جرام. يعني عجلة الجسم اللي كتلته واحد كيلو جرام. عجلة وحدة الكتل. عشان الواحد ده ابسط حاجة الوحدة بتاعت الايه? بتاعت قياس الكتلة. يبقى هي نسبة بين عجلة. والعجلة ده الجسم وكتلته واحد كيلو جرام. الى مين بقى? ما هو النسبة دي معناها بين حاجتين. العجلة الاولانية اللي هي عجلة الجسم اللي كتلته واحد كيلو جرام. طب والعجلة التانية. العجلة التانية بتاعت الجسم اللي عندي اللي انا عايزة هيس الكتلة التساقلية بتاعته. امتى حط شرط لما نفس الجسمين يتأثران بنفس الايه? بنفس القوة. طيب تعالوا نشوف كده الاسبات بتاعها يمكن نقرب الفكرة. انا عندي قوة متساوية بتأثر على جسمين. الاول ام واحد. يعني كتلة الجسم الاولة. التاني ام اتنين. فهتكسب الجسم اللي كتلته ام واحد عجلة. هسميها ايه واحد? يعني عجلة الجسم الاول. طيب. والجسم التاني و الكتلة التانية هتكسبوا عجلة خاصة بالجسم التانية. هيسميها ايه اتنين? يبقى لما يكون اف بتساوي ام واحد ايه واحد يبقى انا ما خرقتش برا القانون بتاع ما هو الاف بتساوي ام في ايه? الواحد ده ايه عشان انا اوضح ان انا عندي الجسم الاولين? الف التانية اللي هي هي نفس القوة عشان كده ما هتطلهم ش ارقام. نفس القوة اثرت على جسم تاني اللي هي ام اتنين. اكسبته عجلة مقدرها ايه اتنين. طيب احنا في الرياضة بنقول لما يكون طرفين كده. اليمين بيساوي اليمين. اذا الشمال بيساوي الشمال يبقى كده. ايه واحد? بتساوي ام اتنين ايه اتنين. الكتلة بتاعة الجسم الاولين مضروبة في العجلة اللي بتحرك فيها بتساوي الكتلة بتاع الجسم التاني في العجلة اللي يتحرك بيها. طب تعالوا نشوف كده. لو انا حبيت اودي الام اتنين اه سوري ال ايه واحد الناحية التانية. هي مضروبة في الام واحد. لما تروح الناحية التانية هتنزل فين? تحت الكسر. فاهمينها يا ولادي يعني دلوقتي ام واحد. كانت مضروبة في ايه واحد? لما هاوديها الناحية التانية هاوديها بعكس الاشوارة. طب هي كانت ضرب تروح الناحية التانية اسم. شايفين كده? بقت في عندي عجلتين ايه واحد. هاي. لو انا اعتبرت بقى ان الام اتنين جي بتسوي واحد. يعني هشيل كلمة الام اتنين وحط ايه? وحط ما كانها واحد. لانها ايه? كتلة وحدة الكتلة. طب تعالوا نبص كده التعريف ده. يبقى الكتلة التساقلية اللي هي مين? ام واحد. بتسوي ايه? بص الناحية التانية. هنلاقي نسبة. صح? هنلاقي نسبة بين مين ومين? بين عجلت الجسم اللي هو وكتلته مين? واحد. يبقى عجلت وحدة الكتل الى عجلت الجسم نفسه اللي هي عجلت ام واحد. تاني كده. الام واحد. دي الكتلة التساقلية. بتساوي الناحية التانية. نسبة. نسبة بين? عجلت الجسم اللي كتلته واحد. عجلت واحدة الكتل. ايه اللي هي اتنين? اتنين هي عجلت الجسم اللي هو كان كتلته واحد. الى تحت في الكسر عندي عجلة الايه? الجسم نفسه. عشان ايه واحد دي هي عجلة ايه? عجلة الام واحد. طيب القانون ده هاحفظه? اه هاحفظه لان انا احلي عليه مسائل. وممكن من خلال القانون ابدأ اعمل ايه? احفظ التعريف بتاعي. طيب ازاي بنحل المسألة يا ولاد. ازاي احل مسألة? احنا اتفقنا ان انا عايزة اعرف مهارة حل المسائل الرياضية. ازاي احل مسألة الرياضية? وحلها بسهولة. والفيزي عندي السنة دي مليئة مسائل. لازم اعرف الرموز بتاعتي. احدد القانون اللي هاشتغل عليه. وكمان احط وحدة القياس. احول كل المعطيات اللي عندي لرموز. اكتب القانون المناسب للمعطيات. ابدأ اعوض. وابدأ استخدم لها الحزب. وكمان ما انساش ان انا اكتب وحدات القياس. علشان خاطر ما اه اه اغلطش او ما ابعدش عن اي قانون عندي اه اي درجة في المسألة. بيقولي هده جسم كتلته خمسة وعشرين من مية كيلو جرام. يتحرك بسرعة تتغير بمعدل عشرين متر الكل ساني. عشرين متر الكل سانية كل خمس سوين. احسب القوة المؤسرة. طب انا دي الوقت هقرى المسألة. احدد قانونها ازاي. الاول اقول للمعطيات بتاعتي. هو بيتكلم على كتلة. يبقى انا عندي الام. اللي هي كتلتة ايه? خمسة وعشرين من مية. وبالكيلو جرام يبقى انا كده واحدة القياس بتاعتي مزبوطة. بس دخل معي في سرعة. وقال لي ان السرعة عشرين. وكمان لجع قال لي ان السرعة دي بتتغير كل خمس سواني. طب يعني الخمس سواني ده زمن. والسرعة دي عشرين. انت ليه رحنا ناحية السرعة والزمن. وهو عايز القوة. ما احنا لسه بتقول ان القوة دي بتسوي ام في ايه? طب فين الايه هنا? مديني الكتلة فين الايه? ما ادهنيش في المسألة لا صراحة لكنه اداني السرعة واداني الزمن. وانا عارف ان السرعة على الزمن هي بتساوي العجلة. يبقى اول خطوة هعملها هو اني احط المعطيات بتاعتي. انت قلت لي الكتلة بخمسة عشرين من مية. السرعة بعشرين. الزمن بخمسة. وانت طالب القوة. اللي فوق دول مش قوة القانون القوة خالص. القوة بتقول ام في ايه? فانا عايز اجيب الايه? او اعود يا ولد دلتا في على دلتا تي. ما هي هيه? يبقى انا دلوقتي ممكن اشتغل في القانون. اف بتساوي ام في دلتا في على دلتا تي. فاكرينه اللي احنا كنا حطينه في اول الاسبات. انا ممكن استخدمه في المسألة اه? لان دلتا في على دلتا تي هي عبارة عن ايه? عبارة عن العجلة. هعوض عن الكتلة بخمسة عشرين من مية. هعوض عن السرعة بعشرين. الزمن بخمسة استخدم الاهل الحزبة بتاعتي. هتطلع بواحد. ومنساش ان انا احط واحدة القياس بتاعتي اللي هي النيوت. تعالوا نشوف المسألة دي. اصرت قوتين متساويتين على جسمين مختلفين. الاول كتلته مجهولة. فتحرك بعجلة ستة متر الكل سانية تربية. والتاني كتلته واحد كيلو جرام. فتحرك بعجلة تلاتة متر الكل سانية تربية. فما مقدار الكتلة التساقلية للجسم المجهول. انا اول ما بص على المسألة ولائم الديني كتلتين وعجلتين على طول هشتغل على القانون التاني جينيوتن. لانه هو القانون الوحيد اللي فيه البيانات دي. انا دلوقتي هقول ان الام بتاعتي هالكتلة التساقلية بتساوي واحد في ايه اتنين على ايه واحد. ولا هشتغل على القانون اللي بيقول لي اف بتساوي ام في دلتة بي على دلتة تي. ولا هشتغل على القانون اللي بيقول لي اف بتساوي ام في ايه? القانون الاولاني. مديني كتلة ومديني عجلتين. ومديني كتلة التانية بتساوي ايه? واحد. طيب. نبص على القانون التاني كده. مديني كتلة ومديني سرعة وزمن. وقانون التالت. مديني كتلة واحدة. يبقى في الحالة دي رغم ان القانون بيطلب مني بيطلب بتكلم على القوة لكن ما اقدرش اشتغل على القانون ده. ليه? لنزواكر كتلة واحدة وعجلة واحدة. يبقى حتى القانون لو فيه كتلة انا هحدد من خلال البيانات بتاعتي انا هشتغل على انا قانون فيه. وبالتدريب حب هنبدأ نتعرف على القوانين بتاعتنا. يبقى انا في الحالة دي هشتغل على القانون الاولاني لان هو بيقول لي ايه? ام واحد داني كتلة دي مجهولة كتلة ساقولية الام اتنين بواحد ال اتنين بتلاتة ال اي واحد بستة. في الحالة دي انا عندي كتلتين وعجلتين يبقى اشتغل على القانون اللي بيقول لي ام بتساوي واحد في ايه اتنين على ايه واحد. كل اللي هبدأ اعمله ان انا هعوض هشيل الرمز وحط قيمته. يعني هشيل ال ايه اتنين وحط رقم تلاتة هشيل ال ايه واحد وحط الستة هقسمهم على بعض ويديني نص. مين يقول لي كده المسألة ناقص ايه? ناقص فيها ايه? ناقص فيها واحدة القياس. ما انا بجيب كتلة. يبقى الكتلة بتقاس بايه? بالكيلو جرام. تعالوا نشوف المسألة دي كده. جسم كتلته يبقى انت برضو بتتكلم على قانون في كتلة. اربع كيلو جرام. يتحرك على سطح خشن بسرعة خمستاشر متر كل ثانية. وتوقف على بعد عشرين متر. على السطح الخشن. فما مقدار قوة الاحتكاك. طب حضرتك دلوقتي بتقالب مني قوة. والقوة يعني اف. وعندي كتلة. لكن انت مديني اف المعطيات بعد كده. مديني سرعة ومديني بيقول لي توقف على بعد. يبقى هنا مديني ايه بيكلم عليه? بيكلم على مسافة. طيب انا ناقصني ايه? عشان خطر اجيب القوة وانا عندي كتلة? ناقص لي العجلة. طب هجيب العجلة زي ما قلنا كده في المسألة القبل كده. بقية المعطيات هتوصلني للعجلة. طيب تعالوا نشوف كده يا ولاة. الكتلة اربع كيلو جرام تمام. واعيز القوة. والداني السرعة والداني المسافة. انا عندي كم قانون في اللي بيتكلموا على السرعة. عندي بتساوي زايد عندي بتساوي زايد نص اي تي تربيع. وعندي الف تربيع بتساوي في نوت تربيع زايد اتنين اي دي. دي معادلات اي دي معادلات الحركة اللي احنا خدناها في الدرس التاني. طيب تعالوا نبص كده. دي اقدر اشتغل عقانون ده. طب في اف دي يعني سرعة نهائية. في نوت دي يعني سرعة ابتدائية. الاي العجلة او موجودة. والتي ده زمن. هل هو معطيني في المسألة زمن? لا. يبقى ما ينفعش القانون. لان القانون لا يجوز ان يكون في عندي اتنين مجاهيل. طيب حلو قوي. تعالوا نشوف التانية كده. ادي. ادي اه حلو قوي القانون ده في مسافة. لكن برضو يحتوي على زمن. طب نبص على القانون اللي في الاخر ده. او ده مديني السرعة. ومديني في المسافة والعجلة. طب دلوقتي هو مديني سرعتين. في المسألة ما ادنيش سرعتين. بس قالك حتى ايه? حتى توقف. طب انا ما قالك حتى توقف. يبقى هو هيشتغل بالايه? بالقانون ده اللي بيحتوي على السرعتين والعجلة والمسافة. تعالوا نشوفها نجيبها ازاي? الفي نوت بخمستاشر. بس الفي اف بصفر عشان هو قال لي حتى توقف. المسافة كانت بعشرين. والقوة هي اللي مجهولة. انا القانون ده عايز اطلع منه العجلة عشان لما اضربها في الكتلة اقدر اجيب القوة. ابدأ اعوض. الفي اف بصفر. الفي نوت بخمستاشر. وارفحها القس تربيع. اتنين وما نساش ان العجلة بتاعتي اشارتها سالبة. ليه سالبة يا ولاد? احنا خدنا قبل كده. هنا العجلة تناقصية لانه حتى توقف السرعة بتتناقص. السالب ايه? عشان العجلة سالبة. فيه عشرين اللي هي المسافة. خمستاشر تربيع بمتين خمسة وعشرين بشتغل على الحزبة بتاعتي. طيب انا عندي كل المجموعة اللي في الاخر دي الاتنين والايه والعشرين مضربين في بعض. احط الاشارة السالبة ويبقى اربعين ايه. طب لو انا خدت ناقص اربعين ايه او سالبة اربعين ايه وديتها الناحية التانية هتبقى بالموجب يبقى الاربعين ايه بتساوي متين خمسة وعشرين. انا عارفة ان ولادي شاطرين وهيعرفوا يجبوا لي الايه. قيمة الايه عبارة عن ايه? ان انا اتخلص من الاربعين اللي جنبها. اوديها الناحية التانية بعكس الاشارة. فهيبقى العجلة بتاعتي خمسة وستمية خمسة وعشرين من مية ومنساش ان انا احط ايه وحدة القياس. هو انا كده خلصت المسألة. لا ده هو طالب قوة ايه وعن انسى. نروح جاري على القانون بتاعي بتاع القوة واقول ان F بتساوي M في ايه وبالتالي اعوض عن الكتلة بتاعتي اللي فاكلنا في اول المسألة كم الدهالي بكام? كم الدهالي باربعة. في العجلة اللي انا طلعتها دي اللي هي خمسة. آآ بوينت آآ ستمية خمسة وعشرين. آآ على الال حزبة اتنين وعشرين واربعة من عشرة. ومنساش ان انا بجيب قوة يبقى هاحط وحدة القياس بتاعتي. هنتكلم على الكتلة والوزن. هو في فرق بين الكتلة والوزن? او. حضرتك. الكتلة دي بتعتبر مقياس للقصور الذاتي للجسم. انتو فاكرين القصور الذاتي اللي كنا بنتكلم عليه في قانون نيوتن الاول الدرس السابق. كل ما كتلة الجسم كبرت يبقى قصوره الذاتي بيزيد. فبقول ان الكتلة هي مقدار ما يحتوي الجسم من المادة وتعتبر مقياسا للقصور الذاتي للجسم. كل ما الكتلة زادت كل ما القصور الذاتي للجسم هيزيد. طيب الوزن هو مقدار قوة جذب الارضي للجسم. احنا كلنا ككائنات بنتحرك تحت آآ الجاذبية الارضية للجسم. يبقى الوزن هو مقدار قوة جذب الارض للجسم. لو حبينا نقارن بين الكتلة والوزن. الكتلة قياسية وقمية سابطة. حضرتك لو انت ركب الاوتوبيس او ماشي في الشارع او نام في السرير. الكتلة بتاعتك لا تتغير. لكن الوزن كمية متجهة ومتغيرة. الكتلة تقدر بالكيلو جرام واحدة القياس بتاعتها. بينما الوزن يقدر بان يدر. القانون بتاع الكتلة اما واحد بتساوي واحد في في اتنين على في واحد فاكرين دي ايه? خدناها الدرس السابق اللي هي الكتلة القصورية. والنهاردة اخدنا الكتلة اه التفاقلية اللي هي اما واحد بتساوي واحد في ايه اتنين على ايه واحد بينما الوزن الوزن ويت فعشان كده احنا اخدنا واخدنا الحرف الاولاني الدابليو ويت وعشان اه افرقوا عن عندي رمز تاني برضو بالدابليو فحطيت ادي وفي تي صغيرة جنبها كده ده الوزن بيساوي ام في جي. طب ام دي الكتلة. الجي دي رمز غريب علينا. لسه جديد. الجي دي اللي هي عجلة الجاذبية الارضية. الجرافيتي. فبالتالي برمز لها بحرف الاي? بحرف الجي. طب بصوا باقي. سا عاش يجي يقولك مثلا الوزن. ويديك تلات اجابات. هو كمية متجهة? ولا يساوي الكتلة? ولا كمية متجهة ووحدة قياسة نيوتن? الناس الشطرة والمتابعيني هتلاقي ان الاجابات تي تحتوي على اجابتين صح. ولكن احدهما اكثر صحة من الاخرى. يعني خلونا نقول ان اه اه هي هو كمية متجهة. ايه الوزن كمية متجهة. احنا لسه واخدينها دلوقتي. طيب هل الوزن يساوي الكتلة? لا. ده الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية. يبقى ما بيساوياش. بس في نفس الوقت هو مديني اجابة بيقولي ايه? ان الوزن كمية متجهة وحدة قياسها مين? النيوتن. يعني هو الوزن كمية متجهة. بس برطه كمية متجهة وحدة قياسها النيوتن. في الحالة دي اكثر دقة واكثر صحة. يبقى في الحالة دي هاخد ايه? هاخد الاجابة دي. كمية متجهة وحدة قياسها نيوتن. يعني انا لو في الامتحان اخترت كمية متجهة غلط مالوزن كمية متجهة. طالما الاسئلة تحتوي على اجابة اصح في اجابة صحيح واجابة اصح. يبقى حضرتك هتتحسب على الاجابة اصح. وهو فعلا النيوتن. كمية متجهة ووحدة قياسها بالإيه بالميوت طيب تعالوا نشوف كده نفهم العملية الوزن لو شخص على القرى الأرضية وزنه ستين حيبقى على الأمر عشرة ده في الوزن بتاعه لكن لو كتلته على الأرض ستين كتلته على الأمر برضو هتبقى ستين لأن الكتلة سابتة لا تتغير طب ايه اللي بيخلي يطلع فوق على الأمر الوزن بتاعه يقلي تعالوا نشوف بيقول لي جسم كتلته ألف كيلو جرام اوجد وزن الجسم على سطح الأرض ما احنا اتفقنا ان الكتلة غير الوزن هو الدك الكتلة اللي هي بألف اوجد وزن الجسم على سطح الأرض وعلى سطح الأمر علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية تسعة وتمانية من عشرة متر لكل ثانية تربية وعجلة الجاذبية على سطح الأمر سوتس عجلة الجاذبية على سطح الأرض هنا بقى عجلة الجاذبية الارضية هو الوزن عبارة عن ايه? عبارة عن كتلة في عجلة جاذبية. فزكار عجلة الجاذبية الارضية تسعة وتمانية من عشرة لما بطل على سطح الامر الجاذبية بتقل بتقل الى السدس. يبقى انا عايز اعرف وزنه على الاتنين. طيب اجي كده اقول الوزن على الارض. اعمل ايه? احط الوزن بيساوي ام في جي. يعني الكتلة في العجلة. احط الالف اللي هي بتاعة الكتلة في تسعة وتمانية من عشرة استخدم الالة الحزبة بتاعتي تسعة تلف وتمنمية وانا بجيب وزن بالنيوتن فحطيت حرف الان. طب انا ممكن اكتب نيوتن او عيدي. طيب. الوزن على القمر هاخد نفس الرقم ده اللي هو ان انا طلعته تسعة تلف وتمنمية واضربها في واحد على ستة تطلع الف ستمية تلاتة وتلاتين وبرضو ما زال الوزن بتاعي بالاي? بالنيوتن. قانون نيوتن التالت. قانون نيوتن التالت بيقول ايه? بيقول ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. تعالوا نتعرف على القانون سوا. قانون نيوتن التالت بيقول لي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ده نص القانون طيب يعني ايه لو انا بشد كده حبل وقوتين وهم الاتنين نفس القوتين متساويتين ولكن كل مجموعة بتحاول تشد الحبل ناحيتها في الحالة دي بيبقى فيه قوتين متساويتين ولكن كل منهما تعمل عكس اتجاه الاخرى يعني الجروب للناحية دي عايز يشد الحبل يمين الجروب للناحية التانية عايز يشده شمال يبقى في الحالة دي فيه اختلاف في الاتجاه ليه صغر ياضية اه ليه صغر ياضية الصغر ياضية بتاعته بتقولي اف واحد بتساوي سالب اف اتنين خدوا بالكو يا ولاد اف واحد دي القوة انا فيه تساوي في القوة لكن بصوا الاشارة اشارة القوة التانية بالسالب ليه لانها عكس الاتجاه يبقى اف واحد بتساوي سالب اف اتنين اف واحد بتساوي سالب اف اتنين يعني مساوية في المقدار الاف بتساوي اف ولكن احدهما باشارة مجابة بينما الاخرى باشارة ايه باشارة سالبة هنشوف كده حاجة بسيطة على فكرة القوة او رد الفعل لو حضرتك جيت خبطت الحيطة ايديك هتوجعك ليه لان بنفس المقدار اللي سيادتك ضربت بيه القوة بتاعتك ضربت بيها الحيطة الحيطة ردت عليك بنفس القوة ولكن في الاتجاه الاخر وعشان كده ايديك وجعتك يا عمي ده انت اللي رايح تضرب انت اللي ضربت ليه ادكت انت اللي توجعك لان الحيطة ردت عليك بنفس الايه بنفس القوة بتاعتي طيب مش مصدق ومخبط دماغك في الحيط. هتلاقي فيه قلم. ليه يبقى الحيطة ردت عليك بنفس الخبر. لعب الكرة لما بيجي ينطق الكرة بيعمل ايه? يمسك الكرة ويخبطها جامد في الارض. الكرة بتعمل ايه? بتطلع عكس الجاذبية الارضية وترجع لأدي تاني. يحدفها وترجع تاني. في لعبة كده تاني اسمها سكواش اللي بتخبطه الكرة في الحيطة برضو بتخبط الكرة وبترجع لك مرة اخرى. بنفس القوة اللي انت هتخبط بيها. يبقى تجاه القوة كده. بتخبط في الحيطة. الحيطة بترد لك الكرة بنفس القوة. بنفس القوة اللي انت خبطها فيها. يبقى فيه تساوي في القوة. تساوي في المقدار. وكذلك في ايه? في عكس فيه اللي تجاه. طيب لو انا حطيت كتاب على الترابيزة مثلا. وهو ساكن كده. الاجسام الساكنة في قوة ورد فعلي القانون نيوتر التالت ايوة. بيحصل ايه? الكتاب بيبقى فيه لي قوة. عبارة عن وزنه اللي بتبقى الى اسفل ناحية الجاذبية الارضية. بينما الترابيزة او المكتب او المنددة اللي محدود عليه بيبدأ يدفع الكتاب بنفس القوة الى ايه? الى اعلى. الناس اللي بتروح حمامات سباحة او 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 شافت حد في حمامات السباحة او مسابقات بتاع الاولمبيات. السباح لما بيتلع فوق سطح البورد اللي هو بينطر منه. بيعمل ايه? بتلاقيه وقف مكانه وبعدين بيعمل ايه? ها? نفتكر كده? بيخبط الارض بريقليه? ويبدأ يقفز الى اعلى ويسقط في الماء او يقفز الى الماء. حد كده اجرب حد كده اشاف اولمبيات كده حد اه مرة انت مرين سباحة. طب ايه الغرض من كده? ايه الغرض اللي يخلي واحد هينط في المية انه يضرب الارض. ايه علاقة الارض بالمية? كل اللي حصل ان الشخص ده بيعمل ايه? بيضرب الارض بقوة الى اسفل. وعلى قدر القوة اللي بيخبطها الى اسفل او بيزوء بيزوء الارض بريقليه? الارض بترد عليه بقوة متساوية وتبدأ تحدفه الى اعلى فيقفز الى مسافة ابعد في الماء. يبقى ده قانون يوتني تالت ولا لا? يبقى ازا انت خبطت الارض او دفعت الارض بريقليك الى اسفل هتلاقي نفسك ايه? هتلاقي نفسك ان دفعت الى اعلى بنفس القوة. الرجل بتاع السلة اللي بيلعب كرة السلة بيجي عشان يحط الكورة بيعمل ايه? بيجي عند السلة ويدرب رجليه في الارض علشان الخاطر يرتفع الى اقصى مسافة ممكنة عشان يقترب من السلة. ما هي دي? قانون يوتن الايه? قانون يوتن التالت. ازا انا دلوقتي في مشاهدات عندي في الحياة الفيزياء بدأت ايه? بدأت تفسر هولي. بقانون يوتن التالت الي هو بيقول ايه? لكل فعل رد فعل مساوي لاوه في المقدار ومضاد لاوه في الاتجاهة. ويجيب لك الصغر يدي بتاعته يقول لك اف واحد بتساوي سالب قوعة يتحك عليك في الامتحان ويقول لك اف واحد بتساوي اف اتنين وبسرعة تقول ايو에는 انا عارف ان الكل فعل يا رد فعل. ما تنساش ان القانون يوتن التالت ديه جزئية بتقول ايه? مساوي لاوه في المقدار صحيح ولكنه مضاد الله في الاتجاه. يبقى لازم الاف التانية يكون لها اشارة سالبة. هو ما ينفعش تبقى اف واحد يساوي اف اتنين. لا انت كده ما حققتش القانون يبقى. السيغة دي لا تعبر عن القانون. لان القانون ليش شقين. اللي هو ايه? اللي هو يبساوي في المقدار ويضاد في الاتجاه. طب الناس اللي ما شافتش السباحين بقى. ممكن نشوفهم مع بعضينا ونشوفهم هم بيعملوا ايه? واحنا بنحل المسألة الجاية. التربيزة بتاعتي لو انا خبطتها دست عليها بسبوعي كده. حابص يلاقي فيه الم في سبوعي. ده معناه ان تربيزة ردت علي نفس القوة بتاعتي. ولو دست جامعة الالم بتاعي هيزيد. زي برضو الكتاب اللي موجود على سطح المنددة. انا بضغط على الارض الى اسفل فالارض ترد علي. طب هي الارض بتتحرك ايوة الارض بتتحرك. لكن انا ما بشوفش ان الارض بتتحرك. قوتي الى تحت هي قوة الفعل. والارض وهي بتزقيني الى اعلى هي قوة رد الفعل. والاتنين متساويين في المقدار ولكن هما متضادين في الاتجاه. هو نفس المقدار ولكن الاتجاهات مختلفة. نشوف المسألة بيقول يقف السباح كتلته ستين كيلو جرام. هو كده الباكل ايه? الكتلة. نحو الماء. ما العجلة التي تتحرك بها الارض اثناء سقوطه. هي كمان الارض بتتحرك بعجلة? انا عمري ما شفت الارض بتتحرك. لا الارض بتتحرك بعجلة. ولكن كتلة الارض كبيرة خدوا بالكم من الحتة دي كلما زادت القتلة قلت العجلة اللي بتتحرك بها. وعشان العجلة بتحرك بها. قليلة جدا احنا ما بنشعرهوش. فهو عايز دلوقتي العجلة اللي بتتحرك بها الارض اثناء سقوطه. سقوط السباح ده. مش مش العجلة اللي بتشدوا بيها. عجلة جاذبية الارضية دي سبتة. الارض بتشدك لها بتسعة وتمانية من عشرة دي ما فياش كلام. انا عايز بقى العجلة اللي اتحركت بيها. الارض الى اعلى الى عكس الاتجاه. علما بان كتلة الارض ستة في عشر قص ستة وعشرين كيلو جرام. كتلة الارض هما وزنوها. ايوان ان شاء الله الدرس القادم. هنشوف ازاي عرفوا يحسبوا كتلة الارض بس من الغير ما يوزنوها. وعجلة الجاذبية الارضية تسعة وتمانية من عشرة متر لكل ثانية تربية. تعالوا نشوف السباح ده هيعمل ايه? اهو بصوا معي خبط الارض عشان يقفز في الماء. نشوفها تاني بسلوموشن خبط ارتفع الى اعلى وسقط الى الماء. تعالوا نحل بقى المسألة بتاعتنا دي. اولا القانون بيقول لي بتاع القانون يوتن التالب بتاع الفعل ورد الفعل. ان F واحد بتساوي ساليب F اتنين. طيب. F واحد دي اللي هي بعبر عنها بايه? بام واحد ايه واحد? F اتنين ام اتنين اتنين. انا كده اعتبرتها عندي كتلتين. كتلة السباح وكتلة الارض. وعندي عجلتين. عجلة الارض بتشد بيها السباح الى اسفل. وعجلة تانية نتيجة الخبط بتاعة رجلين السباح. الارض ردت عليه بعجلة الى اعلى. ومنساش ان القانون فيه اشارة ساليبة لانها ايه? لانها تكون عكس الاتجاه. يلا بنا نعوض كده. كتلة بتاعة السباح ستين. اه اه في عجلة الجاذبية الارضية اللي بتشد السباح الى اسفل هي تسعة وتمانية من عشرة. اه الناحية التانية كتلة الارض هتبقى ستة في عشرة اه ستة وعشرين. في العجلة بتاعتي اكيد هتطلع ساليبة او بعكس الاشارة لان القانون فيه سالب. احنا عايزين نوجد مقدارها وهي هتطلع بالسالب. دعالوا نكمل كده. اه دي طرفين في وسطين ستين في تسعة وتسعة وتمانية من عشرة على ستة في عشرة قس ستة وعشرين بشتغل انا على الآلة الحزبة بتاعتي. هتطلع بسالب تسعة وتمانية من عشرة في عشرة قس سالب اربعة عشرين. شوف اه قس سالب تلاتة عشرين. شفت قدي سغيرة. يعني تسعة وتمانية من عشرة. تحتيها اه كسر واحد قدام منه تلاتة وعشرين صفر. وما نساش ان العجلة برضو بالمتر لكل سانية تربيع. حتى العجلة اللي بتحرك بها الارض. ايوا. يبقى انا كده درست تلات قوانين. القانون الاول كان بيقول لي سجما اف بتساوي صفر. ده اللي احنا اخدناه الدرس السابق. ده السيغة الرياضية بتاعته. سجما اف بتساوي صفر. وسجما دي يعني مجموع القوة. بتساوي صفر. اه لان في غياب للقوة في القانون الاول اللي هو بيخلي الجسم الساكن ساكن والجسم المتحرط متحرط. فلازم ان يكون فيه في حالة غياب القوة. القانون التاني خدنا السيغة بتاعته الرياضية النهاردة. اف بتساوي ام في ايه. القانون التالت اف واحد بتساوي سالب اتنين. تعالوا بقى نشوف الجلام ان احنا خدناه النهاردة ده. ممكن ازاي يجينا في الامتحان وازاي نفهم السؤال في ضوء الشرح اللي احنا قلناه. يعني مسلا يقولك اسكر اسم المفهوم العلمي. يبقى هنا هيديك تعريف وعايز بيقول ايه. كمية قياسية تعتبر مقياسا للقصور الزاتي للجسم. احنا واحنا بناخد آآ كده في الدرس النهاردة قلنا على حاجة كل ما زادت هيزيد القصور الزاتي الكتلة. ده تعريف للكتلة? اه. ده الكتلة مقدر ما يحتوي الجسم للمادة. بس برضو الكتلة كمية قياسية وتعتبر مقدر للقصور الزاتي للجسم. اهوه عندحك عليك ويقولك في صحة وغالط وقولك كمية قياسية وتعتبر ما قياسها للقصور الزاتي للجسم وتقول علامة صحة ده انا فاكر ان اتعارفها كده. اخد بالي وانا بقرر السؤال الكتلة كمية قياسية. ده علامة صحة او غالط. تقاص الكتلة بالنيوتن? لا طبعا. من اله الكتلة كان بتقاص بالايه? الكتلة بتقاص بители كيلوجرام. طيب الوزن مقدار قوة جذب الارض للجسم? تمام? دي صحيح. طب لو قال لي الوزن هو مقدار قوة جذب الجسم للارض? لا في الحالة دي تبقى غلط. من اللي بيجذب الارض هي اللي بتجذب الجسم? علل. ليه يختلف وزن الجسم على الارض عنه على القمر? احنا بسه ايلي لان كده جذبية الامر دي سدس جذبية الارض. يبقى يرجع زلك لايه? لتغير عجلة الجذبية. لان الجذبية الامر سدس جذبية الارض. مقاومة الجسم للتغير سرعاته عند الاستضام? يعني الجسم بيحاول يغير من اه او يقاوم التغير في سرعاته عند الاستضام? دي الكتلة القصورية. الكتلة القصورية. اكمل. تتساوى القوة المؤسرة على جسم مع العجل اللي بيتحرك بها عندما تكون كتلة الجسم ايه? اهو دا سؤال يا ولاد بنختبر بيه اللي اللي فاهم الكتلة امت تساوي العجلة هي القوة امت تساوي العجلة هي القوة دي ايه اف بتساوي ام في ايه طب امت الاف تساوي الايه لو الكتلة بايه لو الكتلة بواحد في الحالة دي هتبقى الاف بتساوي واحد في العجلة والعجلة هنا هتبقى بتساوي ايه القوة تعالوا نشوف كده لو اداني اجابات وعايز نحطها في مكانها بزيادة قتلة الجسم ايه اللي هيحصل للعجلة كل ما كتلة الجسم كبرت يا ولاد لاسم العجلة هيحصل لها ايه? هتقل عشان هو هيتحرك بعجلة اقل ده انا محتاج السرعة ومحتاج الزمن وكل ما الجسم كان آآ آآ كتلته كبيرة انا محتاج قوة اكبر عشان تبدأ ايه بتحركه. فالعجلة بتاعته ايه هتقل? يبقى آآ بزيادة كتلة الجسم هتقل العجلة بشرط ثبت القوة. لو القوة عندي ايه? العامل التالت عندي ثبت. طب. بزيادة القوة. ايه اللي هيحصل للعجلة اللي بتحرك بها الجسم. آآ لو انا زودت القوة العجلة هنا هتتحرك. طالما كتلة الجسم ايه? طالما كتلة الجسم ثابت. كل ده بييجي من القانون اللي بيقول لي اف بتساوي ام في ايه? ما انت خلاص بقى فهمت? اف قوة و ام كتلة وايه عجلة? طب الكتلة بتتغير ولا ما بتتغيرش هم لفضل اللي. بتتغير ولا ما بتتغير شو بتغير المكان? مين اللي كان بيتغير? الوزن. لكن الكتلة لا تتغير بتغير المكان. اسكم معادلة الابعاد لكل من طب تعالوا بقى ان نرجع كده شوية على معادلة الابعاد في القوة القوة كانت معادلة ابعادها ايه احنا قلنا في اول الحلقة مل تي سالب اتنين وعرفنا ان الام دي معادلة ابعاد الكتلة الال معادلة ابعاده الطول ويقال زمن معادلة ابعاده التين طب كمية التحرك طب بصوا يا ولد القوة كانت اه القوة كانت كتلة في عجلة. فهتبقى سلب اتنين. طب كمية التحرك كانت كتلة في سرعة. تمام. يبقى الام سلب واحد. لان السرعة هي معادلة ابعادها سلب واحد. العجلة معادلة ابعادها سلب اتنين. السرعة معادلة ابعادها سلب واحد. ممكن يجي لك ويقولك في الانتحان اسكر معادة الابعاد ايوه. كون ان انا بقول لك ارجع للقانون ده بيسهل عليك. كون ان بقول لك الرموز عشان تعرفها ده بيسهل عليك. لكن في الاخر الرمز ما ينفعش اغير فيه. ولا حرف يجي قبل التاني. ولا غير الارقام. ولا انسى ازا كان سالب او ما فيش قص فوق. طب. خدوا بالكم بقى لو قال لي ضع علامة صحة او غلط ما تصحيح الخطأ. كتير مننا اول ما بيشوف ضع علامة صحة او غلط. بيحط العلامة وما بينتبعش لان السؤال طلب منه تصحيح الخطأ. لو قال لك ضع علامة صحة او غلط وسكت خلاص هتحط صحة او غلط. لكن في حالة ما يطلب منك تصحيح الخطأ وحضرتك ما صحقتوش. الا يحصل. انت هتفقد نص الدرجة. تعالوا نشوف السؤال. الصغر يا دي لقانون يوتن التالت. اف واحد بتسوي اف اتنين. ها الناس اللي صحية معي. اف واحد بتسوي اف اتنين. لا غلط. قمال ايه? ده اف واحد بتسوي سالب اف اتنين. هي تفرق? ايوة تفرق. لان القوة بتاعتي متسوية في المقدرة ولكنها في ايه? في عكس الاتجاه. كمية فيزيقية متجهة تعبر عن المسافة الفاصيلة بين نقطتين مقدانا والاتجاهن. ده احنا روحنا بقى ايه? للدروس الاولانية. انت ليه خطينا للدرس الاولاني. عملية التكرار. ايه وعتاخد الدرس وتذكر وتسيبه انت هنا هتفقد حفظك لي. فدايما عملية التجديد وعملية الاسئلة وحلها بتثبت معك المعلومة. كمية فيزيقية متجهة تعبر عن المسافة الفاصيلة بين نقطتين مقدارا والاتجاهن. ها? لو انا كلامي مش صح هتلاقي نفسك دلوقتي بتفكر في الاجابة. لكن لو انت بتتابع هتلاقي نفسك عارفة على طول. انا هنا بتكلم على مين? على الازاحة. طب ضع علامة صح او غلط مع تصحيح الخطأ? حركة الالكترون حول النواية تعتبر حركة انتقالية او احنا خدنا كم نوع من انواع الحركة? خدنا اتنين. يا انتقالية يا دورية. والانتقالية يعني نقطة ليبداية ونياية. وفي خطه مستقيم. طب هو حركة الالكترون في خطه مستقيم? لا. حركة الالكترون مش في خطه مستقيم. يبقى ازا في الحالة دي هنا هي مش حركة انتقالية. دي حركة ايه? حركة دورية. يبقى غلط والتصحيح بتاعي انها حركة دورية. يعني حركة دورية يعني حركة تكرن نفسها بانتظام مع الزمن. طب اختر الايجابة الصحيحة. وحدة قياس الوزن. ولا نيوتن لكل متر ولا الكيلو جرام. وحدة القياس بتاعة الوزن. المول احنا ما خدناش مول النهاردة. لكن احنا خدنا وحدة القياس المول وهي علينا. وحدة قياس المول مين فاكر كانت كانت بتقول ايه? وحدة قياس المول كانت بقيس بيها ايه? كمية المادة. وده احنا خدناه في منهج الفيزياء بتاعنا. الصيغة ارياضية لقانون نيوتن الاول. سجمة اف بتساوي صفر? ولا اف واحد بتساوي اف اتنين? ولا اتنين ايه دي? الصيغة ارياضية لقانون نيوتن الاول هي ايه? هي سجمة اف بتساوي صفر. تتناسب العجلة تناسب ايه مع القوة التي تتأثر بها? لو انت حطت القانون في دماغك. اف بتساوي ام في ايه? ده احنا قلناك كزا مرة مراتي. تتناسب العجلة تناسبا طرديا مع القوة اللي بتأثر بها كلما زادت العجلة اه هتزيد القوة والعكس. طب بالنسبة للكتلة لا الكتلة عكسي وبالتالي انا بقول ان العجلة اه بتتحق ازا اه الكتلة قلت العجلة بتزيد ازا العجلة زادت ازا الكتلة زادت في العجلة بتقل. يبقى ازا انا دلوقتي بجانب ان انا افهم الدرس اشوف الاسئلة. فيه ناس يجي تقول انا مذكر الدرس كويس قوي لك لما باجي حل الاسئلة ما بعرفش. درب نفسك. ممكن السؤال يكون بيعتمد على ملكة فهمك للسؤال. مش شرط حفظ. مش شرط ان انا اكتب معادة الابعاد واسكت. مش شرط ان انا اكتب تعريف واسكت. لكن ممكن يكون بيسأل على ملكة انت فهمت ولا لا. يبقى منهج الفيزياء السنائي دي منهج جميل. السنائي النهاردة اه تعرضنا الى قانون نيوتن التاني وقانون نيوتن التالت. وبكده يبقى احنا حصلنا على التلات قوانين لنيوتن. هذا العالم اللي اسرى الفيزياء بقوانين. ويعتبر قانون نيوتن تاني ده من اهم القوانين اللي وضعت فيه الفيزياء. اه القانون ليه صيغة رياضية. وكذلك ليه تعريف. اه يبقى احفظ الاتنين. القانون التاني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. القانون التاني كان بيقول ان محصلة القوة تتناسب مع ايه? معدل التغير في كمية التحرق. القانون التاني اف بتساوي ام في ايه? القانون التالت اف واحد بتساوي سالب اف اتنين. مادة الفيزياء مادة جميلة تابع بالحفظ والمذاكرة. احنا قلنا عشان خاطر احفظ في عدة طرق. احفظ واسيب او اركن المادة بتاعتي هنسيها. لكن كل ما انا بشتغل وبقى وبراجع مع نفسي هلاقي نفسي المعلومة سبت اتمنى. ارجو ان انتم كونوا فهمتوا معايا درسي النهاردة. اه ساعدت بلقائي معاكم وعلى امل بلقاء اخر يتجدد ان شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.